رأيي انه احنا لازم نفكر في موضوعين الموضوع الاول انه ازاي هذا الامر لا يتكرر ده الموضوع الاول هنا طبعا وقت مكان اهله بيصرخوا بيصوتوا اطلعوا من المية اطلعوا من المية وابتدى يمكن ناس كتير ما شافتش ده طبعا ما بعرضش الفيديو بتاع التهام السائح ولكن الفيديو ده مهم تشوفوا اللحظات دية كان فيه ناس روس وقفين على الشاطئ طلبوا من الناس كلها انها تطلعوا من المية تطلعوا من المية دلوقتي عالم كله يطلع من المية فيه سمكة قرش طبعا لحظات يعني مرعبة جدا اشياء دي لما بنشوفها في السينما بنبقى مرعوبين اما تشوفها في الحقيقة طبعا ببالية واقع مؤلم جدا مهم فيه موضوعين موضوع الاول ازاي الموضوع ده نقدر نتجنبه وعايز اقول لحضراتكم انت لو دخلت على اليوتيوب وقلت شارك اتاك او هجوم القرش هتلقى في دول كتيرة في العالم مصايب امريكا استراليا جنوب شرق اسيا هتلقى فيه اشياء كثيرة جدا يعني عمليات هجومية من الاقراش على الانسان كثيرة ولكن في النهاية الجزء الاول لازم نعرف ازاي نتعامل مع هذا الامر وانا تقديري ان هذا الامر لن يتم التعامل مع الا بالعلم لانه فيه ناس طبعا بتقول حاجات كتير لكن هو اكيد ليه طريقة علمية انا ما اعرفاش الجزء التاني انك ازاي تقدر تتدارج التأثير على السياحة يعني تقدر على طول تقدر توضح للناس ايه اللي حصل ايه الحكاية والموضوع لانه ما فيش جورنان او محط التلفزيون اجنبية برا غيره فيها هذا الفيديو المؤلم لانه طبعا يعني اول ما يتحط ناس كتير هتقعد تتفرج على سمكة القرش وهي بتلتهم السائح الروسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة